زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني كنيسة القديس جوارجوس في مادبة حيث اعتبر قدس الارش مادريد فريستوفوروس حداد هذه الزيارة دليلا على وحدة وتلاحم المجتمع الاردني بكافة اطيافه ومن جانبه اكد الخصاوني اننا جميعا نعيش في هذا البلد مسلمين ومسيحيين تجمعنا روابط الاخوة والمحبة تحت ظل قيادتنا الهاشمية وخلال الزيارة قام رئيس الوزراء بالتجول في ارجاء الكنيسة واطلع على الخارطة التي تضم واحدة من اهم الخرائط في العالم حيث تعتبر اقدم خريطة اصلية للاراضي المقدسة مرسومة على قطعة فسيفساء تعود الى عام 560 ميلادي وفي الختام قدم الارش مادريد فريستوفوروس حداد لرئيس الوزراء هدية تذكارية وهي عبارة عن لوحة شجرة الحياة مصنوعة من الفسيفساء